الناس تسأل عن المستوى الحقيقة من المنتخب قطر اللي قاعد نشوفه بمستواه المميز يعني اللي شفناه من خلال بطولة آسيا بطولة آسيا اللي أخذها في الإمارات ومنها إعداد الحقيقة المنتخب هذا بالنسبة لكأس العالم وأنا أعتقد أنه يعني المسؤولين طبعاً تحاد كرة الغدم والمسؤولين على كرة الغدم في قطر هن قاعدين يعدون الفريق وتحضيره لكأس العالم شفنا حنا مشاركاتنا في بطولات كثيرة يعني تتكلم حتى على دخوله على أوروبا الآن يعني على أساس أنه يكون يلعب في مباريات كأنها تجربية بالنسبة له ويخوضها يعني تحضيرية لكأس العالم وأنا أعتقد أنه يعني اليوم بتكلم عن اللاعب اللياغة البدنية يعني أنا واحد أتكلم عن اللياغة البدنية وأنا هذا نظريتي في هذه الحياة يعني وخاصة للرياضة لازم يكون اللاعب يكون عنده اللياغة البدنية عالية بالنسبة لي يعني اليوم شوف الناس يتكلمون عن الإرهاق واحد يقول كل ثلاثة أيام أربع أيام مباراة أنا أعتقد هذه يعني هذه الاحترافية الحين اللي موجودة بالنسبة لجميع الأندية والمنتخبات يعني لازم يكون تحضيري مميز لازم يكون عندي اللياغة بدنية حالية وأنا أعتقد أن الصف اللي موجود بالنسبة لمنتخب غطر سواء الأساسي أو الاحتياط أنا أعتقد أن اليوم قاعدين يحضرون 26 إلى 28 لاعب متواجدين للفريق الأول وهذا شيء حقيقة متميز بالنسبة لمنتخب غطر أنا أشوف أحنا اليوم قاعد يأدي أداء الحقيقة مميز وقاعد النهج الهجومي يعني يعني إحنا شفناه في بطولات يلعبه المهاجم يعني هذه ميزة يعني هذه ثقافة الفوج وثقافة الروح داخل الملعب بالنسبة للأشياء اللي أعتقد أننا تكلمنا عنها حنا بالنسبة للملاعب والأشياء البنية التحتية كلها بالنسبة لغطر جاهزة 100% وانتم ولانهم التوفيج إن شاء الله وراح يكون حنا الدعمين من الخلف مع إخواننا الغطرين